تمام? هيعملوا ايه? يعني ايه اللي هيعملوه? اصلا دلوقتي مسلا اتفرجت على اه الابواب كلها سمعت الشرح داني حلت حلت امتحانات شاملة ولسه بتحل طبعا لسه بكرة وبعضه يعني ايه اللي ممكن يقابلني يكون صادم في الامتحان? اللي هيقابلك ودي نصيحة مني ليك. يا ريت تحطاه حلقة فودانك وتروح معتمد على كلامي ده في الامتحان. ايه يا ميس اللي هيعملو? ان اغلب الاسئلة هتلاقي الاجابة مش موجودة دايركت زي ما انت حافظها. يعني انت عندك مسلا اي جزء في المنهج بيبقى فيه اربع اختيارات بيقولك مسلا كزا وكزا وكزا وكزا. اللي هي العناوين الرئيسية بتاعت منهجك? للاسف العناوين الرئيسية دي مش هتكون موجودة. هيكون موجود شرح الحاجة او التركة بتاعتها والاجابات التانية من حاجة تانية مشتتة انت بفعش تختارها لانها اجابات ايه? غلط. فلازم تركزوا في الوينت دي جدا وانتوا بتحلوا وانا عاملة احتياطي انا طبعا اه كده كده الكلام اللي بقوله في اللا ده ما بيكونش كلام جديد لان انا مش هجي عمل لك مفاجأة النهاردة. دي بتبقى حاجات تركات انا ايلالك عليها اه هميت بس اللايف ان انت ممكن تكون وانت بتسمع المراجعة ما خدتش بالك من دي ومن دي ومن دي فانا بقى بقى نميلك الحاجات المهمة كلها اللي هو هيلعب بيها في الامتحان. فانا عايز اقول ودي حاجة لازم تحطوها في اعتباركم الامتحان فيه تفاصيل كتير جدا. يعني ايه في تفاصيل? يعني جايبين من بين السطور خصوصا في المنطق. يعني تلاتين في المية. مسلا من من الاسئلة هتلاقي ان هو مش جايب اسم الحاجة. هو جايب اختيارات غريبة. بس هي من المنهج والله العظيم وانت حافزها ولو ركزت هتعرفها كويس جدا. الفلسفة اه ممكن يكون فيها ابكار وكده بس اه وبرضو بيغيروا الاجابة بس ما بتوصلش لدرجة عالية من الصعوبة زي ما في المنطق هو بيعرف يشتتك بالاختيارات. تمام? فارجو ان احنا ما نتخدش من الحاجة دي وانا همليكوا دلوقتي اه الحاجات المشتتة حالك. طيب احنا هنعمل ليه في اللايف بتاعتنا النهاردة انا هركز قوي على الحاجات المشتتة بتاعت المنطق. انا مش طالبة منك النهاردة غير ورق او قلم ورق او قلم مش عايزة حد يبصي لي. يعني مش عايزة تبقى قاعد في اللايف قاعد بتبصي لي. انا عايزة ورق او قلم وتكتب وراي. همليك في كل باب. مسلا فقرتين تلاتة اربعة خمسة على حسب حجم الباب فيهم حاجات مشتتة هتضايقك في الامتحان. تمام? ده اللايف النهاردة كله. بكرة همليك برضو حاجات في الفلسفة. اه 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 متغيرة بدل ما هيسألك مسلا اه الحتمية الجينية هيجيبها بالاسم ده. بدل ما هيسألك كزا هيجيبها بالاسم ده. تمام? وهبدأ بكرة حل حل. مية سؤال على الفلسفة واخر يوم هرجع ااكد تاني على الحاجات المهمة او الحاجات اللي بتبقى مهمة مش متوقعة. انا لاني السنة دي عارفة ان اللي حاطين الامتحانات لجان جديدة. وطالما هم جدا دي بقى هم عايزين يعملوا حاجة مختلفة عن العادي. فهم انا حتى لو توقعت حاجة مهمة هم هتلاقيهم عايزين يجيبوا حاجة مختلف فاحنا متفقين ان انا بقول لك الحاجات المهمة وانت والله العظيم لو المذاكر مش محتاج اي توقعات المذاكر ده عارف هو هيروح يعمل ايه في الامتحان? بس انا هقول لك برضو الحاجات المهمة هقول هالك كلها بازن الله نكمل بس تاني. بكرة هامل لك الحاجات اللي هي مشتتها في الفلسفة احل مية سؤال. اخر يوم هقول لك الحاجات المهمة وهحل منطق. هفضل طول اللايف احل في اسئلة منطق وكل الاسئلة اللي انا باختراها في اللايف مفيش ولا حاجة باجابتها الطبيعية انا مختارة الاسئلة اللي تبقى الاجابة غير الحاجة نفسها زي الامتحان. انت ما بتلاقيش سؤال بالنص في الامتحان بس انت ممكن تلاقي نفس الفكرة نفس الاختيارات المشتتة اه تبقى سمعت الاختيار ده وعارف ان انا قلت عليه غلط او صح فهو ده فايدة اللايب ففعلا هو مهم جدا للي ما ارهوش حاجة قعد اسمعه انت مش تقصر حاجة انت بتسمع حاجات انت عارفها في المنهج او ممكن تكون مش واحد بالك منها. اتفقنا? ده اللي هنعمله في التلات ايام بال الصباح. يلا بقى هنبدأ النهاردة كده مع بعض. انت هتجيب ورقة وقلم وكل اللي مطلوب منك النهاردة بس انك هتكتب وراني. اتفقنا? همالي حاجات مهمة جدا في كزا جزء. طيب عشان ما اتطهش مني. اول حاجة هماليها. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. هنبدأ مسلا في المنطق. هماليك ايه يا معلم في المنطق? استنى بس كده. نجيب قلم واضح. بص يا معلم. انا كدب كل الحاجات المشتتة فهي اللايف النهاردة عبارة عن توكلنا على الله تركات والفاظ بتيجي مصبوطة وبيجي حاجات غيرها مشتتة انت ما ينفعش تختارها. بص يا معلمان انا فاهمك الفكرة بتاعت الامتحان كويس او. مسلا. هقول كم حاجة كده في بداية المنهج في الباب الاول ايه? منطق. ماشي يا الله اكتب معي. في الباب الاول منطق. مسلا اشهر سؤال بيجي كل سنة الحجك. الحجة. الاستنباطية. والحجة الايه? الاستقرائية. هتلاقي اغلب الطلبة بيقولوا ايه احنا مش محتاجين نسمع الحاجات دي اصلا. احنا مذكرنا كويس او طب ما انا عارف انا مش هسمعك شرحوه. انا اقول لك على حاجة مهمة اوي. هو احنا خلاص ما فيش حاجة اسمها هيجي في الامتحان ان انا اختار الحجة الاستنباطية. لا. هيجي السؤال. هتطلع اجاب توي. كتب وراي بعد اذنكو. نتيجتها تلزم عن مقدمتها. ادي اول شكل الاختيار. حابوا يغيروا. هيقول لك ايه? وجود روابط منطقية. وجود روابط منطقية ما بين المقدمات والنتيجة. هي ربطة منطقية ما بين المقدمات والنتيجة. ادي تاني شكل اختيار. تي واحد عندك في المنق هتلاقي في ورقية المفاهيم ان مقدمتها اساس حاسم لصدق النتيجة. بتاعتها. دي انت عارفها. ماشي? ولو فعلا اساس حاسم بنقول عليها صحيحة. لو ما كانتش المقدمات اساس حاسم والنتيجة لازم عن المقدمات بنقول عليها بطلة او غير ايه صحيحة. في شكل تاني للاختيارات. النتيجة تحصيل حاصل للمقدمات. ينفع يستخدموا اللفظ ده بتاع تحصيل حاصل مع الحجة الاستنباطية. ماشي? يقول لك العلاقة ما بين المقدمات والنتيجة اكثر. دقة واحكاما وصرامة. حلو الكلام? يقول لك مهما اضفنا من مقدمات مهما اضفنا من مقدمات لا تؤثر في صحية الحجة. ماشي? اخر شكل اللي الاختيارات ممكن تختاره ان احنا بنركز على صورة الحجة او صورة الفكر وليس المادة. بص بقى انا عايز اوصل لك ايه عشان تطلع مستفيد? انا بدل ما اقول للطالب اختار الحجة الاستنباطية في الاجابة اوه عارف الحجة الاستنباطية وعارف شرحها. انا مرة جبت له الاجابة وهو مفروض يختار الحجة الاستنباطية ان النتيجة لازم على المقدمات. اتنين. وجود روابط منطقية ما بين المقدمة والنتيجة. تلاتة. اساس حاسم لصدق النتيجة. كل ده انت بتختاره اختاره اختاره عادي ده مش غلط ده انت كده كأنك بتختار الحجة الاستنباطية برفو عليك. يجي يقول له ايه? النتيجة بتاعتها تحصيل حاصل لليتالف المقدمات. يجي يقول له ايه? ده في علاقة اكثر دقة وصرامة واحكاما ما بين المقدمات والنتيجة. وانا انا مهما ضفت اه ده ما بيقصرش خالص عادي اه اه مهما هتضيف الحجة الصحة بتفضل الصح ما بتتأثرش باضافة اي مقدمات. ويقول له للحجة الاستنباطية دايما احنا بنركز على ايه? صورة الحجة وليس المادة او المحتوى او المعنى او المضمون بتاعها. اي اجابة من دول اجابة صحيحة تعطي معنى الحجة الاستنباطية بالزبط. طب والاستقرائية يا ميس هعكس الكلام ده. فغالبا انت هتلاقي اجابة من هنا وتلاتة مشتتين من ناحية التانية بيتقالوا على الاستقراء ما ينفعش تختارهم. الا لو انت بتحل الاستقراء هتلاقي اجابة من استقراء وتلاتة مشتتين من الاستنباط ما ينفعش تختارهم. طب تعالوا نشوف لو حبي يغلس عليك يغير الفاظ الاستقرائية ازاي? يلا اكتب ورايا. اول واحدة دي انت عارفها من ورقة المفاهيد. ان الحجة الاستقرائية النتيجة بتاعتها اكبر من المقدمات. ادي واحد اكبر. ماشي هناك طبعا اصغر ومساوية والكلام اللي انت حافظه ده. يجي يقولك دي دي الحجة اللي نتيجة بتاعتها بتتجاوز المقدمات ما هي طالما اكبر. يبقى دايما النتيجة بتيجي متجاوزة المقدمات. انت هناك في الاستنباطية حافظ ان النتيجة لا تتجاوز المقدمات. يجي يقولك ايه? النتيجة بتاعتها لزمة بس بشكل احتمالي. بشكل ما انت بقى تقوليش اصلا انا شفت لزمة فافتكرتها استنباطية. اقرأ الاختيار للاخر عشان ما يشتتكش. النتيجة لزمة بس بشكل ايه? احتمالي. انت عارف ان الحجة الاستنباطية يقنية. مؤكدة. لكن الاستقرائية احتمالية او مرجحة او ظنية فينفع اختار نتيجة لزمة بشكل احتمالي. هات اللي بعدها. حلو قوي الاختيار ده. المقدمات بتاعتها مالها تشكل اساس داعم لصحة النتيجة. مش اساس ايه? حاسم. هنا بيتقال اساس داعم. يعني يعني بص بتدي دعم لكن ما بتديش يقين. يجي يقولك الحجة عالية الركحان. ما حاجش يطلع بقى يقول لي ايه 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 اجابة عالية الركحان دي? لو اخترت عالية الركحان كأنك اخترت حجة استقرائية بالزبط. ماشي? يقولك المقدمات والنتيجة العلاقة ما بينهم ايه? اقل دقة واحكاما. اقل دقة واحكاما. ماشي? مش لازم كمان عالية الركحان بس اه ممكن تبقى قوية وممكن تبقى ضعيفة انت عارف. والعلاقة ما بين المقدمات والنتيجة اقل دقة واحكاما. ممكن يقولك ايه? لو ضفت حاجة عادي بتتأثر ممكن تقوى وممكن تضعف عشان هي فيها درجات ممكن القوة تزيد ممكن تضعف وهنا احنا بنركز على صورة الحجة برضو والفكر لا انا هنا بركز على المادة او على المعنى او على الجوهر بتاع الحجة يكون فعلا مطابق للواقع شايف بقى انت داخل تقابل ايه في الامتحان منهجك العادي بس بأسامي تانية تمام مفروض بقى لو انت عايل بتفهم كده بتكتب ورايا انا لو بيسألني على الحجة الاستنباطية ولقيت النتيجة مثلا تلزم ولقيت بقيت الاختيارات اكبر استبعدها تتجاوز استبعدها نتيجتها لازمة بشكل احتمالي استبعدها واروح اختار واحدة من اللي ينفعه الحجة الاستنباطية اتمنى تكون كتبت وراي الجزء ده نتيجة اكبر تتجاوز المقدمات النتيجة لازمة عن المقدمات بس بشكل احتمالي يقول ان المقدمات هنا مش اساس حاسم لا اساس داعم للنتيجة يقولوا عليه عالية الرجحان قوة ضعف والعلاقة اقل دقة واحكاما ولو انا ضفت حاجة اه بتتأثر ممكن تقوى وممكن تضعف على حسب الحاجة اللي انت بتضفها لان العلاقة مش محكمة انا لسه ايه لأقل دقة واحكاما وهنا انا بركز على الواقع او مادة الفجر كده يا معلم انت متجلش منك الحتة بتاعت الحجج ابدا يلا تاني معلومة النهاردة هنكتب فيها الفاظ وتركات الاستقراء التام والناقص كل سنة بتيجي يعني ان انا بقولهم لك دول انا متأكدة انها حاجات جاية ودي مش توقعات مفيش امتحان سنوية عامة مفيش الحجج مفيش انواع الاستقراء بتاعقرسته التام والناقص طب يعني يسئل مشتت مثلا اللي ممكن يفاجئني في الامتحان يلا تكتب وراي عشان ما تضيعش الوقت التام عمرو ما يجي باسمه انه تام يجي كده يفتقد ودي كلكم حافظينها القفزة الاستقرائية مفيش قفزة لان احنا عارفين ان هو نوع من انواع الاستنباط اصلا ده مكتوب في النقد بتاعه يقولوا عليه اتنين يلا كله بيكتب ورايا ودنك مع اللاين يفتقد المعرفة الجديدة ثلاثة ناتيكتو يقينية الصدق طب ما هو طالما نوع من انواع الاستنباط يبقى يقيني يبقى هو فيه ايه فيه فيه قطعة ما فيهش ولا احتمالات ولا ظن ولا حاجة اربعة يقولوا عليه احصائي فاحص لكل الحالات بيتقال عليه ايه انت عارف الاسامي دي كلها مكتوبة في المراجعة احصائي وتام وكامل وتعدادي وحصري بيتقال عليه كل الالفاظ دي عادي بيفحص كل الحالات ينفع يجيبه كمان دي تركة مهمة اوي ده النوع اللي ناتيكتو مساوية للمقدمات لان الاستقراء التام ما يتقالش عليه ناتيكتو اصغر من المقدمات زي الاستنباط لأ يتقال عليه ناتيكتو مساوية للمقدمات وانتو حفظينها لما كنت بترجملكو يعني ايه مفوش قفزة كنت بقولك يا جماعة هو من العام للعام والنتيجة جاية مساوية وماله كمان هو انتقل من شيء معلوم لمعلوم معنا مش شايفة فيه شيء جديد مجهول ولا حاجة طالما ده استقراء ايه تام فينفع تختاره في الاختيارات الناتيكتو مساوية للمقدمات كأنكو اختارتو استقراء تام يجي في رقم ستة يقولك يفحص كل المفردات كل المفردات بتاعت الظاهرة واخر حاجة يقولك انه تحصيل حاصل ما هو نفس الكلام اللي تقال على الاستنباط يتقال عليه انه تحصيل ايه حاصل يبقى انا مش بعيد لك شرحة خلي بالك مش بفاهمك الاستقراء التام انت فاهمه من المراجع انا بقولك يا حبيبي بدل ما يسألوك استقراء التام هيجيبوها لك ايه يفتقد القفز اختارها يفتقد المعرفة يفتقد التنبؤ اختارها ناتيجته هتلاقيها ايه اكيدا ما فياش احتمالات يقنية اختاروا احصاء يفحص تكل الحالات اختار ناتيجته مساوية للمقدمات او يفحص كل المفردات بتاعت الظاهرة وهو كده كده في الاخر تحصيل ايه حاصل اي اختيار من التمانية دول كأنك بتختار استقراء تام اختاره عن ثقة مظبوط جدا طب والناقس يتقال عليه ايه يلا بينا هو غالبا بيبقى العكس يمتلك القفزة الاستقرائية ده في قفزة عادي ده مظبوط ده اللي كان عليه النقدة تمام ايه تانية يا ميس اكتبوا يا ولاد يساعد على التنبؤ اختارها عادي كأنه استقراء ناقص ده ما بينفعش غير مع الحالات التام بينفع مع الحاجات الايه اللي العددها ليه نهاية في النقص بينفع مع الحاجات اللي العددها مالوش ايه مالوش نهاية عادي اللي اني باخد منه عينة اكتبوا انه ناتيجته مالها احتمالية ماشي اكتبوا انه هو بينتقل من معلومة لمجهول لو اخترتوها كأنك اخترتوا استقراء ناقص عادي جدا اكتبوا انه هو بيهتم بالمدة بتاعة الفكرة او بالواقع انا كده مفارق عشان ما نسلكش ولا تركة اكتب لي كمان ان النتيجة بتاعته عادي اكبر وبتتجاوز وبيضف لنا عرفة جديدة فعشان كده هو بيبقى ايه احتمالي مش يقيني زي الاستقراء الايه التام يبقى بصي حبيبي انت بقى كل لعبة المنطق في الامتحان وهتفتكر وهتقول الميس قالت بدل ما يجيب لك استقراء ناقص هيقول لك الاستقراء اللي فيه قفزة اللي فيه تنبؤ اللي بيدي معرفة جديدة اللي بينفع مع الحاجات اللي العدد بتاعة عملوش نهاية اللي بينتقل عادي من معلوم لمجهول اللي نتيجته جاية اكبر الاحتمالي مش يقيني اللي هو بيركز على المعنى وعلى الواقع عكس الكلام اللي اتقاله هناك بالزبط يبقى انت قابلت السؤال في الامتحان اجابات مثلا لو انت هتطلع استقراء تام مثلا هاختار احصاء يفحص لكل الحالات وهتلاقي بقية الاختيارات مشتتة يمتلك قفز لا دي بتتقال عن ناقص يساعد عالتنبؤ غلط هاستبعدها بتتقال عن ناقص ينتقل من المعلوم للمجهول غلط هاستبعدها بتتقال عن ناقص التاني من معلوم لمعلوم يبقى انت كده اتعملت مع الورقة الامتحانية بالشكل الصح شفت الاجابة اللي تليق على الجزء دا والتانيين كلهم مشتتين بتاع الجزء اللي عاجزه تالت معلومة هملي عنها شيء مهم جدا يلا هتكلم عن ايه انتو معسمين ورائتكم معايا كده انا بدخل حاجات جنب بعض الاستدلال الاستنباط يا ميس ما تكلمتش عنه خالص ليه هتكلمت عنه واقولك بيجي ازاي لو عايزين يغيروا اسمه طبعا كل الطلبة حافظين ان الاستنباط ماله النتيجة بتاعته اصغر او مساوية كنا بنتكلم ان هو ماله من العام للخاص ماشي يا ميس الحاجات دي ما بتجيش ما بتجيش قلب الميس بيجيبوا حاجات تانية هيسألك عليه ازاي يلا اكتب النتيجة بتاعته اقل من المقدمات بدل ما يقولك اصغر عادي يا الله نفس المعنى اقل ماشي ايه تاني النتيجة بتاعته لا تتجاوز ماينفعش حد يقول مش عارفها دي في ورائة المفاهيم في منهجك ماشي النتيجة متضمنة متضمنة او كامنة في المقدمات يا ما شرحتها في المراجعة قلت لك الاستنباط نتيجته بتبقى موجودة في قلب المقدمة فبيستخدموا الاكسبريشن بتاع متضمنة او كامنة ماشي لا يضيف لنا شيء جديد مفيش استنباط بيضيف حاجة جديدة خالص تحسي الحاصل الكلام ده انا لسه كنت بقوله من شوية ايه على الحجة الاستنباطية وعلى استقراء التام انا كنت بقولك في نفس الخط كلهم وراء بعض ماشي بيركز على الصورة بتاعت الفكر مالوش علاقة بالواقع ماشي ساعات احيانا انتيجي النتيجة بتاعته مالها النتيجة بتاعته مساوية للمقدمات اللي انا لسه ايلاها لك في الاستقراء الايه التام حلو الكلام يبقى ينفع فلسطنباط يستخدمو لك الالفاظ دي نتيجة اقل النتيجة بتاعته لا تتجاوز النتيجة بتاعته متضمنة كامنة تحسيل حاصل اه يقيني ما بيضيف لناش حاجة جديدة بيهتم بالصورة بتاعت الفكر مش المعنى واحيانا النتيجة بتاعته بتيجي مساوية للمقدمات طيب الاستقراء طبعا عكسه مش عايد تاني عشان لسه متكلم على الاستقراء الناقص والاستقراء نفس شرح الاستقراء الناقص عاود اقول لك بقى النتيجة اكبر وبتتجاوز وبتدفل لنا معرفة جديدة واحتمالية وفيها ملاحظة وفيها تجربة وفيها نظريات علمية وبيهتم بالمادة فعلا والمحتوى ولازم النتيجة اكبر مفيش اي option تاني غير ان هي اكبر فمش عايزة اقعد عيد حاجات خلاص انت هتلاقيك اعرفها اصلا طب هتتكلمي عن ايه تاني يا ميس ممكن اختياراته تيجي مشتتة الممثلة الاستقرائية دي بتيجي كل سنة بس ايه الجديد السنة دي ايه العب في اسم الاجاب بدلا ما تختار الممثلة الاستقرائية تختارها كده يلا اكتب يا حبيبي توضح امر غامض لو انت اخترت الاجابة دي كأنك اخترت ممثلة انها وضحت لنا شيء مش معروف او غامض ما هو انا بعمل تماثل او تناظر ما بين امرين شاناشرح امر غامض او مش معروف او مش مألوف لينا ساعات يجي يقولك شرح امر غير معروف او امر غير مألوف يبقى هما جايبين الامتحان كله الشرح اللي تحت الكلام ماشي يقولك الممثلة ما لها بتقدم استبصارات مهمة للعلماء لو انت اخترت بتقدم استبصارات مهمة يبقى انت اخترت ايه استنباط ولا استقراء لا لا انت الاجابة دي معناها ممثلة استقرائية ماشي يجي ساعات تفيد الكشف والابتكار الكشف والابتكار يجي كمان ايه ان هي بتعمل علاقة ما بين ظاهراتين متبعدتين انا عملت علاقة ما بين ظاهراتين ايه بعاد عن بعض محدش كان واخد باله ان فيه شبه ما بينهم وانا اوجدت وجه الشبه زي مين ارشي ميدس ونيلزبور وريسفورد وبنجامين فرانكلين والناس بتعلموا مثلة ماشي ايه تانيا ميسك كشف صلاط بين ظاهراتين بص يا حبيبي عشان تدعيني في الامتحان انت لو لقيت اي حاجة من دول كأنك بتختار ممثلة بتوضح امر غامض امر مش معروف بتقدم استبصارات مهمة للعلماء يسخر تاريخ العلم بناس كتير اوي استخدمت الممثلة يقولك مثلا ايه تفيد الكشف والابتكار مهارة وابداع بيصيب الهدف ايوة تنفع علاقة ما بين ظاهراتين متبعدتين او ان هي الكشف اتصلات ما بين حاجتين او ما بين ظاهراتين محدش كان واخد دانو ان في علاقة ما بينهم فانا بالتشابه دا حلت مشكلة قائمة حلو الكلام عشان كده دايما بيقولوا ان المثلة تنطوي على امرين مش اي حد يعرفه ان انا بجيب حاجتين بعاد اشبههم ببعض واستخدم التشابه دا فحل مشكلة ودي المهارة بتاعة العلماء والمبدعين اللي هو فعلا ممكن يلاقي حاجتين ما فيه شبه ما بينهم وهو يلاقي الشبه ما بينهم ويحل المشكلة ميس هتملينا ايه تاني همليك حاجة مهمة اوي اه اه عن بيكون ايه يا ميس هكلمك عن ان بيكون اهم حاجة الاولوية عنده للايه للجانب الهدمي يعني هو ادى الاولوية للأوهام ماشي دا سؤال سنوية عامة مضمون وعلى فكرة انا يا ما فرقتلكم ما بين اوهام الجنس والمصرح والسوق والكهف والحاجات دي انا بقى مش عايد الكلام دا تاني انا بس هلفت نظرك يا صاحبي الحاجة هيغيره اسم الاوهام ماشي اه لو عمل كده مثلا في الجزء ده يغير يقول ايه مثلا يا ميس اقول لك يا حبيبي يجي مثلا يقول لك يا قلبي بص يا حبيبي وهم الجنس بدل ما انا جبهولا انت عارف طبعا الحاجات الستاندرد بتاعت النوع والقبيلة ماشي بيقولوا عليه كمان ايه اللي هو الوهم بتاعة الطبيعة البشرية ان احنا كلنا عندنا الوهم دا بالفطرة ماشي ايه اللي ممكن يكون موجود في الاختيارات بدل كلمة وهم الجنس يلا بعد اذنك اكتب السير وراء هوى النفس ماشي مصايرة الهوى التصرع في تصديق الشائعات والحاجات اللي بتيجي على هوانا انا طبعا مش همالي بقى كل تركات المراجعة انت عندك خمسمائة تركة في وهم الجنس انا عايزة بس لو غير اسم الاجابة هيكتب لك ايه السير وراء الهوى الوهم اللي انت بتتبع فيه اه هواء 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 او رغباتك الوهم اللي مفيهوش موضوعية اللي انت بتتصرع في اصدار الاحكام فيه دون اساس الماتين كأنك اخترت وهم الجنس بالزبط طيب الكهف يا ميسي الكهف يا حبيبي لو حاب يغير في اسمه يكتب لك كده وهم القصور الشخصية انت طبعا عارف ان هو حاجة خاصة بالانسان بعضها عوامل تكوينية واغلبها حاجات مكتسبة ماشي يقولك القصور الشخصي يقولك عليه كمان النظرة الاحادية للامور واسهل طريقة تفهمه بيها وهم الكهف ان هو شبه التعصب الانسان اللي عنده تعصب عكس التعصب ايه؟ عكسه التسامح الفكري ما عندكش تسامح فكري يقوله تاني الوهم اللي اسمه التقيض برباط العرف جابوها السنة اللي فاتت الوهم بتاع العداد والتقاليد لازم الطالب يبقى عارف انه لو اختار وهم العداد والتقاليد بقى هو اختار في الاجابة وهم الايه؟ الكهف يجي يقولك ايه؟ عدم تقبل ثقافات الغير انت لو بتختاري الاجابة دي ما هو طالما انا ما بقبلش ثقافات الغير يبقى انا واحد متعصب لعندي بقى تسامح ولعندي نظرات متعددة ده انا نظرتي احادية بيقولوا عليه نقاط ضعف في الانسان لا حصر ايه؟ لها يبقى لو اخترت قصور او تقولب دي سألتوني عليها كذا مرة وانا بشرح كنت بقولها على طول في الحصة هو اهم التقولب والغاز والمنظر الواحد والفرادانية وظروف وملابسات الحياة ليه مليون اسم ممكن يشتتك بيه في الامتحان عكسه تسامح فكري ينفع يتقال عليه تقايد برباط العرف والعادات والتقاليد بتاعة المجتمع عدم الانفتاح لثقافات الغير نقاط ضعف او وهم التقولب يلا يا ميسي يلا حبيبي تيجي نتكلم عن السوق مالوش اي تريكات كتير قوي لانه هو مرتبط باللغة فممكن بس يقولك ايه؟ وهم اغالية اللغة اغالية اللغة وهم قلب الحقائق ان انا بقلب الحقائق وبقلب المعاني زي الصفسطة وان ده اكثر الاوهام اصارة المتاعب يبقى انك اخترت السوق والحاجات بقى المجازية بتاعة اللغة العربية وان العلاج بتاعه ان انا استخدم الرموز لانها اكثر دقة زي ما اخدنا فيه باب المنطق التاني طيب يا ميس المسرح المسرح ده يعني والمصحف هموت واقول انه سؤال سنوية عامة هموها هيطلع لي عين كده واقول انه جاي بس مش هقول بس هو مهم جدا يعني بحيس وهم المسرح ده ليه اتقل كده في الامتحان فاسئلته فاهتموا به احتياطي بيتغير اسمه ازاي في الامتحان هتلاقيه في الاختيارات جاي كده وهم التابعية والانقياد ماشي ان انت بتتبع الاخرين نظريات القدماء وان انت تتبعها خلاص بقى انت اسير ليها من غير ما تفكر بموت بقى في الاسم ده غياب الروح النقدية مفيش روح نقدية ماشي مفيش تفكير نقدي انت ما عندكش تفكير نقدي حلو انت بتفكر تفكير اعمى عن طريق الغيرة بتفكر عن طريق الغيرة ماشي ميسي يعني ايه فهميني كده انت عارف ده شبه ايه في الفلسفة فاكر يا حبيبي لما كنا بنكلمك عن الاستقلال الفكري لو انت ربطت بالاستقلال يبقى انت مفروض ما تمشيش على كلام حد بلاش التابعية بلاش الانقياد بلاش التفكير الاعمى بلاش التفكير على طريق الغير وانصحك بالتفكير النقدي بان انت تشك وتنقض وتعمل العقل بتاعك وما تمشيش ورا حد حتى لو كان اكثر منك شهرة لأ انت ليك عقلك تجدد آآ ألمك وتجدد فكرك ما تمشيش ورا اي حد تاني التفنيد انت عارف كلمة التفنيد تليه قوي هنا ليه انا اقبل كلام الناس من غير ما تكذبه او اوفنده ده انا مفروض اخذ نظريات القدماء دي كلها ارميها وأشك فيها وأوفندها وأجدد الفلسفة بتاعتي او فكري من جديد دي ما يخص الاوهان توقع منه ان هو يغير لك الاسامي في حاجة طيب في حاجة اسمها الجانب الايجابي عند بيكن مع ان هو الاولوية عنده للجانب الايه السلبي او الهدم الجانب الايجابي ده الجانب بتاع الاستقراء بقى العادي ينفع يسموه كده في الامتحان الجانب الاستقرائي اذا ليه بتسمى كده عشان دي الخطوات اللي هو حطها بيكن اللي هي بتبدأ بالملاحظة وجمع المعلومات ترتيب القوائم لو اشبهها بالجيش كبير العدد فقال انا لازم اعمل تلك قوائم بيحبوا القوائم قوي بتاعت الحضور والغياب والتفاوت وانت عارف ان ليهم اسامي تانية الحضور مثلا بيسموه قيمة الاسبات او الجوهر الغياب بيسموها النفية التفاوت بيسموها مثلا التدرج او التباين او قيمة الاختلاف او التباين في الحضور عادي بعدها خطوة رقم 3 كان بيحاول ان هو يفسر او يحلل الاول البيانات عشان بعد كده الخطوة الرابعة والاخيرة يفسر الظاهرة ودي الخطوة اللي بما ثابت بقى القانون او ان هو يوصل للعلة النهائية اللي هو عملها يؤخذ على بيكون ايه في الجانب الاستقرائي بتاعه ان هو الرجل كان طبعا افضل من ارستو اعلى من شأن المنهج التجريبي ولكنه اخفل خطوة اسمها الفروض سؤال مهم جدا بتاع الفروض ده متوقع ان هو يكلموكو عن الفروض لازم تبقوا عارفين ان هي التخمين او التكهن هو بقى اخفل الخطوة دي ولم يعطي لها اي اهمية عشان كده كانوا بيقولوا عليه ان هو يجلس بين يدي الطبيعة وان هو خادم للطبيعة عشان اخفل خطوة الفروض ومن اكبر منطقدي بيكون واحد في الباب التاني اسمه كلاويت بيرنر اللي هو راجل معاصر ده من اكبر منطقدي بيكون ماشي يا ميس ماشي يا حبيبي طيب يه حاجة بتنسوها عند بيكون جانب الاستبعاد ميس هو جانب الاستبعاد ده هو الاوهان لا طبعا يا حبيبي انا معرفش ليه دعيما السؤال ده بيتبعت ان هو الاستبعاد ده هو الاوهان لأ طبعا ما لاقاش ايه ومالق الاستبعاد ده ان بيكن لما كان يجي يوصل للقانون بتاعه ما كانش بيكتفي بالحالات المؤيدة بس كان بيقعد يدور على كمان الحالات المعارضة او السلبية لصحة القانون ودي اساس قايمة النفي او الغياب ان هو ما كانش بيجيب الحاجات المثبتة او المؤيدة بس كان بيقعد يدور على الحاجات المعارضة ممكن يغيرولكم اسم الاستبعاد ويسموه ايه يا حبيبي الحالات السلبية العصية المضادة الشزة للقانون لو لقيته الكلمات دي هو عايز منكو طريقة الاستبعاد يعني زي ما انت تيجي تقول لي ايه يا ميس ده فيه ناس كتير حلت حلوة اقولك لا انا عايزة بقى الناس اللي ما حلتش حلوة في الامتحال انا عايزة الحالة المعارضة او الشزة او العصية او المخالفة او السلبية للقانون ودي من اهم الحاجات اللي عملها بيكون او من اميز الحاجات ان نركز على الحالات السلبية زي الحالات الايجابية وسمى الطريقة دية طريقة الاستبعاد بتختاروا كده ديركت طريقة الاستبعاد اللي هي قيمة على فكرة قيمة الغياب ماشي يا ميس ماشي يا حبيب قلب الميس آخر حاجة هلفت نظرك ليها في الباب الأول إن ما تنسوش يا حبيبي أنا قلت الكلام ده كتير والله العظيم أنا عايزاك والنبي يا حبيبي تركز بالله عليك عشان تجيب درجة حلوة لما بيجوا يتكلموا عن الملاحظة عادي بيغيروا الاسم بتاعها مشاهدة دقيقة مش عايد بقى كله تاني عشان ما يبقاش اللايت طويل على الفاضي بس انت توقع تغيير الاسم أمالنا لما كنت بصراحة على البورد في ريفيجل كنت باكتب ليه فوق الملاحظة واكتب واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة أنا كنت بالك السبع حاجات دول عشان تبقى عارفة إن الملاحظة بيبقى فيها أفكار تانية يعني يقولك الملاحظة مثلا فيها مجهر آه المجهر الأدوات بتاعة الملاحظة اللي هي بتبقى العقل امتداد للحواس أو امتداد للمجهر الحتة بتاعة التعض الملاحظة تدخل إيجابي من جانب العقل توقع يسأل في الحاجات دي بيموتوا يا جماعة في التجربة لو مجاتش في الامتحان يبقى دامش امتحاه ده بيموتوا في التجربة اللي هي أصلا بيغيروا اسمها على طول بيسموها إيه ملاحظة مستصارة أو ملاحظة مقننة أو ملاحظة مضبوطة مهيئة مصنوعة اوعى تتشتت الاسم ده ملاحظة مقننة كأنك اخترت التجربة على طول ماشي؟ طبعا أوسيقوا التركيز جدا في الفرض آآ يعني طبعا دي أهم خطوات المنهج الاستقرائي زي تروح الامتحان وانت مش عارف الفرض التخمين والتكهن والتفسير المؤقت والتخمين الجسور والحدثة الجريء تمام؟ ليه ألفاظ كتير قوي مكتوبة في ملزمة المراجعة بعد إذنك تشكل حاجات دي عشان بتيجي الفرض أهمية الفرض مهمة جدا يا جماعة بتاعت يكشف العلاقة ما بين الظواهر التي تحدد شكله ومضمون القانون آآ بيموتوا في الحتة بتاعت بيديق المسافة ما بين المثال والقانون آآ والنبي عشان خطري دي مش توقعات بس تركزولي قوي على شروط الفرض والنبي تركزوا على شروط الفرض قوي ماشي؟ طيب بعد الفرض يا ميس آآ أنا زي نسيت كمان آآ آآ ألفت نظاركم الأنواع التجارب وأغراض التجارب دي لو ما جاتش في الامتحان يا جماعة يبقى ده مش امتحان مانط ده بيموتوا في الحاجات دي أنواع التجارب بأساميها التانية المرتجلة بأساميها آآ السلبية الغير مباشرة بأساميها العلمية الإيجابية آآ آآ المباشرة ركزوا في الأسامي التانية قوي وانتو بتحلوا ركزوا أنه ممكن يربط ما بين أنواع التجارب وأغراضها لما كنت بعود أقول لكم أن المرتجلة بتحقق أغراض أن أنا إيه؟ بكشف عن فرض معين لكن مثلا العلمية دايما يجوا يخيروكوا أنها تتأكد من صحة الفرض أو مثلا آآ آآ تؤيد أو تكذب أمر موضع شك أنت لو اخترت دي بقى كأنك بتختار علمية إيكوال لو أنت اخترت أن أنا بكشف لسه عن فرض معين كأنك اخترت مرتجلة بيربطوا الحاجات دي بقى شروط التجارب بقى لا خمسين سنة بتيجي في الامتحان الحياض والموضوعية ممتازة تمام؟ واليقظة والانتباه والقواعد الأخلاقية أنت خلاص مش هقعد أرغي في حاجة تعرفها ماشي؟ طبعا طبعا ولا مجال للشك في الامتحان يعني طرق ما المهمة؟ بس مش يعني مش كل سنة بتيجي بصراحة لكن إيه اللي كل سنة بيجي؟ جابر ابن حيان والحسن ابن الهيسم لازم وانت بتحل تبص في ورقة المفاهيم لك كل ناسي حاجة ده بتاع كيميا وده عالم موصوعي ليه تخصوصات كتير جابر ابن حيان أول خطوة عنده عشان ما يحصلش لأي طالب لبس الملاحظة والمشاهدات تاني خطوة عنده إنه يبدأ يفرط فرد من خلال الملاحظة بتاعته يبقى الراجل ده ما نهجه تقليدي يبدأ بالملاحظة عادي حط الفروض تفوق على بيه كل لأن الخطوات بتاعته بصبوطة من الأول ومنسيش فيها الفروض وكان عنده خطوة غريبة كده إنه بيحب يستنبت نتائج لازمه عن الفرد ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفة القطوة دي بتختارها إمتى؟ إنه يجي يقول لك إيه بعد ما حط الفرد توقع حاجة مثلا أو استنبت نتيجة كده لازمه عن الفرد قبل حدوسه يعني كأنه عمل حتة استنباط لأنه هو من أشهر الحاجات اللي عملها إن الراجل كان منهجه استقرائي بس كان يحب بيستخدم الاستنباط أحيانا بس دون أن يجمع ما بينهم عشان هو مش معاصر ما جمعش وكان بيستخدم ده وده وجعل لكل منهما مقامه واستخدامه لكن ترتيب خطواته كده من راحة حبيبي وبدأ بالملاحظة بعد كده الفرد استنبت نتائج وبعد كده ياخد النتائج دي بقى والعودة للطبيعة يعني إيه ميس العودة للطبيعة يجرب بقى لو صدقت الفردية بتاعته تتحول لقانون علمي وكنت دايما بمليكم حاجة مهمة أوي إن الحاضر شاهد على الغايب يعني إيه ميس فكرة القانون يا حبيبي إن الحاجة الحاضرة شاهد اللي أنا شفته جربته شاهد على اللي أنا ما شفتهش فأنا بوصل لتعميم بطبقه بقى على بقية الحالات الثانية ماشي حسن بن الهيسن بقى خطواته عادية خالص استبصار الحاجات اللي موجودة يعني ملاحظة أمال إيه المميز فيه لما هو خطواته عادية إنه كان بيحب يستخدم الرياضة فأصبح الاستقراء بتاعه بمثابة منهج بمثابة كأنه يقيني عشان هو إدى عليه عنصر الدقة لأنه كان بيستخدم الرياضة دي حاجة مميزة قوي عند الحسن الهيسن أي سؤال عن الضوء الميريات الإبصار صحح حاجات لأريستو بطلايموس وإقليدس الحاجات دي كلها تخص الحسن ابن الهيسن ماشي حبيبي طبعا ما تنساش إن جابر أطلق على التجارب تدريبات الدربة وعملته بيدي وعقلي تمام ماشي هنبه على حاجة بتتنسي خالص في الامتحانات لكل الطلاب إيه يا ميس إيه يا ميس اللي بيتنسي نفسي جيب لهم تاني من الإقلام عشان دول مستفزين قوي أحمر يلا يا شباب بصي حبيبي القانون أنا أظن أن أغلب الطلاب ما بيبقوش عارفين يختاروا مرحلة البرهان أو القانون إمتى القانون ده التفسير النهائي مش المؤقت المؤقت ده الفرد هنا التفسير النهائي لما تتأكد وتعمل تجربة علمية وتتأكد فيصبح كلام قانون عام والاستقراء التقليدي كان بيعتمد على مبدأ السببية والإطراض ما تنسوش العلة والمعلول والشرط الضروري والكافي دي مرحلة البرهان الحاضر شاهد على الغيب أن أنا بجرب على حاجاته بطبق على الحالات التانية القانون ساعات يقوله بيصاح بطريقة رياضية زي ما عمل الحسن بن الهيسن كل دي يا جماعة تختاروا مرحلة القانون أن أنا خلاص بتوصل بتأكد بأثبت ما كان محتمل ساعتها السؤال ما بقاش بقى ولا ملاحظة ولا تجربة ولا فرد بقى التفسير النهائي خلاص اللي هو القانون شكرا للباب الأول ورقة جديدة ورقة جديدة استفاد هقول حاجات مهمة في الأبواب الرخمة استفاد واكتب ورائه ماشي أكتر حاجة فيها خطأ شائع عند كل الطلاب مقدمات النصق الرياضين أنا عارفة أن الشرح الحاجات دي في المراجعة بالتفصيل وعارفة أني قاية التركات وعارفة أن اللي بيراجع من المراجعة عارفة أنه كاتبها في ملزمة الشرح بتاعت أول يوم في السنة أني لازم ألفت نظرك بأمانة هتلاقي الحاجات دي هتشتتك هتنقص وانت مذاكر حرام يلا بص يا معل أولا أنا عندي النصق بيبدأ بمقدمات ونتيجة صح؟ ماشي المقدمات فيها مفاهيم وقضايا يا شباب ياللي بتنسوا مفهوم يعني كلمة يعني حد يعني لفظ في منه نوعين معرفات لمعرفات مش هشرح أمال هتقولي إيه يا ميسا أقولي الألفاظ التانية المعرفات تيجي إزاي في الامتحان يلا حبيبي معايا اكتب حدود اشتراطية حدود متنهية نسبية على حسب كل عالم ليه تعريفاته الخاصة بيه ودي طبعا أول خطوة في النصق الرياضي كله أو بيقوم بها الرياضي إنه بيعرف الكلمات الصعبة في النصق زي كلمة الخط المعرفش إيه حتى لا يحدث غموط أو لبس يبقى وانت بتحل ممكن أختار حدود اشتراطية أو متنهية أو الحدود النسبية أو أول خطوة في النصق الرياضي كله طب ولا معرفات ممكن نكتب يلا حدود أولية بيتقال عليها لا متنهية ليه ميش بيتقال لا متنهية لأن انت عارف إن دي ألفاظ واضحة بذاتها بنتركها بدون تعريف حتى لا نصل إلى مالة نهاية ماشي صدقها ذاتي صدقها ذاتي ويقيني لو اخترت الإكسفريشن دا كأنك بتختار لا معرفات حد صدقه ذاتي ويقيني إيه دا ما دي الألفاظ الواضحة بذاتها هي بيتقال عليها كده لا معرفات ماشي أو اللي انت عارفها من منهجك عادي ألفاظ واضحة بذاتها دي مش مش مشتتة ولا حاجة لأن دي في المنهج بيتقال عليها أساس التعريفات أو ركيزة أساسية عندنا في النصق عشان هي أساس التعريفات يعني أنا قلت الخط لي طول ملوش عرض كلمة الطول والعرض اللي جواه تعريف الخط دول بسيبه من غير تعريف عشان ما نوصلش إلى مالة نهاية فيتقال عليهم حدود أولية لا متنهية صدقها واضح بذاته خلاص ويقيني وإحنا مش هنقول معناها عشان ما نوصلش إلى مالة نهاية وهي أساس التعريفات طب يا ميس شد خط يلا شد خط طب والقضايا يا ميس أنا لسه في مقدمات النصق القضايا دي جملة قضية ماشي جملة قضية حقيقة مبادئ مش هيقوله بقى عليها إيه قلبي مش هيقوله عليها لفظة أو كلمة دي جملة والجملة عندك في الرياضة في منها نوعين البديهيات والمسلمات أو المصادرات ميس أعرفهم منين في الامتحان يلا اكتب الألفاظ التاني يقولك دي بقى قضية ماشي صدقها ذاتي ويقيني إيه دا؟ دي تقلت في الله معرفات بس دي قضية دي كلمات فهنا بيقولك قضية صدقها ذاتي ويقين ما هي اسمها كده البديهيات قضية واضحة بذاتها مش محتاجة أي دليل ولا برهان يعجز العقل عن إثبتها لشدة وضوحها وتعتمد على اتصاق العقل مع ذاته اتصاق العقل يعني مفيش تناقض يعني هي خلاص العقل بيقبالها كده مفيهاش أي نوع من أنواع التناقض يتقال عليها إيه تاني يا ميس قضايا أولية قضايا أولية في العقل هي هي فعلا أول حاجة في عقل الإنسان البديهيات انت مولود أصلا انت عارفها بالفطرة إيه تاني يا ميس واضحة بذاتها دي في المنهج دي أنا مش بشير ليها بقى يعني واضحة بذاتها ينفع بيّنة بذاتها بيّنة يعني واضحة ينفع يقولوا عليها إيه تاني يا ميس لا مبرهنة لما يقول لك القضية لا مبرهنة ينفع إيه تاني قضية عامة ومشتركة قصما بالله كانوا مكتوبين في المراجعة البورد عامة ومشتركة منسوجة في العقل منسوجة في العقل من نسيج العقل ودي تعتبر أول حاجة في عقل الإنسان البديهيات اللي احنا مولودين بها بالفترة زي كل أكبر من الجزء المساويان لثالث متساويان إذا أضفنا كميتين متساويتين لحاجتين متساويتين بيفضلوا برضو متساويتين كل دي بديهيات شفت كامل هفظ بقى مكان بديهيات في الامتحان جايلك مستنيك قضية صدقها ذاتي قضية أولية واضحة بذاتها بيّنة لمبرهنة عامة مشتركة وطبعا فيه تركات أحلى كمان متقالة في المراجع إنها لا تنتمي لعلم الرياضة ولا تضيف له جديد آآ آآ سبتة آآ ندركها بالحادس فيه كام تركة كمان بس دي البيزيكس اللي بيجبوهم دايما في الاختيارات طب والمصادرات برضو يتقال عليها إنها قضية لمبرهنة مالهاش دليل مالهاش دليل ولا برهن اللي اتنين مالهمش دليل ولا برهن اللي اتقال عليهم اللفظ ده ماشي يتقال عليها قضية افتراضية احنا افترضناها يتقال عليها آآ مبدأ أولي في العلم مش هيقولك بقى في العقل يتقال عليها بقى ده ده مبدأ أولي يعني علماء الرياضة حطوه في علم الرياضة ليه بقى بيحطوها يا جماعة آآ اكتب كده عشان هي قضايا خاصة بالرياضة محطوطة لإزباد غيرها أنا والله العظيم قعدة في مكاني هو بعد شرح تلتميت سنة للحاجات دي هتيجو في الامتحان قدام الاختيار بتاع قضايا خاصة لإزباد غيرها واتفضل الوقت تقول يعني ايه يا حبيبي الإجابة دي معناها مسلمات آآ بالله عليك ربنا يفتح وينور طريقك روح نادي ماما أنا بدأ كل ما نيجي باي باي يا شباب آآ كل ما نيجي بقى عند الحتة اللي دي كده أقولك بس نادي الوالدة عشان تشهد ليه نادي الوالدة يا ابني منقى ليلة هيجي في الامتحان يقولك قضية مثلا خاصة لإزباد غيرها أيوة كده كأنك بتختار المسلمات طب يجي هناك يقولك ايه مثلا دي قضية عامة مشتركة كأنك بتختار بديهيات يجي فوق يقولك ده هي في حد كده مالوش نهاية وأساس تعريفات يبقى لمعرفات يجي هنا يقولك ده حد نهائي حد اشتراطي معرفات تخلوا بالكم الألفاظ اللعبة كلها في الامتحان لعبة ألفاظ هيجي في المسلمات يقولك إنها من صنع العقل بتاع علماء الرياضة مش كنت محفظاتوا في الحصة إن بيظهر فيها إبداع وابتكار علماء الرياضة أيوة هي اللي بيظهر فيها الإبداع ما قدرش أقول ده على البديهيات لإن البديهيات خلاص هي حقيقة أصلا واضحة بذات إحنا ما أبدعناش فيها حاجة المسلمات هي اللي من إبداع علماء الرياضة وكنت بقول لكم عشان ما تطلقبطوش إن انت هتلاحظ اللي معرفاته البديهيات اللي اتنين واضحين بذاتهم والمعرفات والمصادرات اللي اتنين من صنع علماء الرياضة مش عشان بس لو الحاجات دي بتعملكوا لابسوا وانتوا كاتبين نواتج التعلم دي ورايا في المراجعة تعال بقى سلام ربع بقى الحتة دي دي بقى بيكبص الامتحان النسق اللي مليان مقدمات ده معرفاته لمعرفاته بديهاته مسلمات اخرته ايه؟ اخرته النتيجة ميس هي النتيجة دي بيتقال عليها ايه؟ يعني انا عايز اعرف النتيجة بيتقال عليها ايه في الامتحان بقول لك بص يقولوا عليها الالفاظ دي كلها اولا اخر خطوة اسمها لا مبرهنة ولا مبرهنة اسمها المبرهنات ليها اسم تاني النظريات الرياضية النظريات الرياضية ليها اسم ايه تاني يا ميس يتقال عليها مثلا دا ليها مليون اسم لا افتراضية طب ليه مش افتراضي احنا ما افترضناها زي المسلمات ده دي احنا استنتجناها فيتقال عليها كده اين؟ قضية مستنبطة مستنتجة مش طقا كل دا لو اختارته في الامتحان كأنك بتختاري النتيجة انا كتبة كده مبرهنات مش طقا مستنبطة مستنتجة لا افتراضي كتبتهم كلهم ماشي هنبقى على حاجة جاية في الامتحان يعني ولا مرة نسيوا يجيبوها فاعطاق ان هي مهمة او ايه يا ميس المبادئ اللي قامت عليها البديات والمسلمات لازم تبقوا قبل ما تخشوا اللجنة اريانهم الزاتية او الهوية بتاعت الشيء هو ذاته وعدم التناقض اللي هي بتاعت لايه الجوز وصف الشيء بصفة و ناقضها في نفس الوقت والتالت المرفوع مهم جدا او الوسط الممتنع بتاع اما الصفة او ناقضها ولا وسط ما بينهم حتى التالت المرفوع ده بيلينك بحاجات في الباب الرابع المنطقة السنائي وعكس المرن هنجلها حلن الحتة الزبالة دي بتيجي في الامتحان بتاعت المرن والسنائي دي جاية ده دي بقى الوحيدة اللي اقولك توقعات ماشي هقول حاجة كمان في الباب ده طيب يا ريت يا حبايب قلب الميس لو جات الحتة بتاعت الرموس يعني هي بتيجي في المقالي بتيجي في مفيش حاجة لازم انا شايف ان هم مغيرين الستايل وممكن يجيبوا حاجة مش في مكان طيب يا ميس انا ما بحبش احفظ الروابط دي وبتلغبط فيها بص ورقة في المفاهيم 234 بص كده على موبايلي شايف اهي اهي هتفتح ورقة المفاهيم هتلاقي ايه مكتوب رابط الفاصل مشروح بالتفصيل مكتوب الحكم بتاعه مكتوب في تبادلية ولا لا مرسوم الجدول تمام فانا بقى هنا انا حتى لو انت حليت ده غلط انا بقى لهنادي بقى هو لهنادي ما من هادى عليك ليه موجود في ورقة المفاهيم باستنبت الملزامة بكله انت ما عليك الا انك تفتح وتدور بس وهنحل عليه في اللايف ان شاء الله بازن الله كزا سؤال مبتقرين كده غراب لكن هو بتيجي الحتة دي عادية ممكن انت تجيبها من ورقة المفاهيم طيب اخر حاجة ها اكد عليها في الباب التاني عشان احنا خش على التالت بقى عشان ده كده خلاص قفلته هتأكد ايه على ايه هميز دي بتيجي برضو على طول بيجي يقول لك ايه مثلا خصائص النسق الرياضي احنا عارفين انه هو تحصيل ايه حاصل صح؟ بيغيروها في الامتحال باجابة محمولها مستمد من موضوعها ماشي؟ دي تختارها طب ايه الاجابات المشتتة اللي ماينفعش تختارها ابدا اكتب عندك لو قال محمولها يضيف جديد مشتتة تعمل عليها اكس محمولها من الواقع مشتتة تعمل عليها اكس محمولها مش لازم عن موضوعها مشتتة ابقى انت عندك اجابة مسبوطة تدي معنا تحصيل حاصل وتلاتة مشتتين لو انت راجل بتفهم لازم تعمل عليهم غلط على طول في الحل ماشي؟ حاجة كمان هكلمكم عنها وطبعا تحصيل حاصل وعدم تناقض عدم التناقض لإسم تاه بيسموه الاتصاق ماشي؟ واللزوم المنطقي النتيجة لازم عن المقدمات دون الرجوع للواقع ما تنسوش كمان شروط المسلمات اللي هي اتصاق وكفاية واستقلال راجعوا الحاجات دي احتياطي آخر حاجة هنبه عليها برضو بيبقى فيها إجابات مشتتة كتبوا ورايا فورا فاكرين الحتة بتاعة علاقة المنطق بالرياضة لما جاء آرستو قال إن احنا بنبدأ من مبادئ غير مبرهنة حتى لنصل إلى مالة نهاية بيسألوا على الحتة دي ازاي؟ بص لو عايز يسأل على علاقة المنطق بالرياضة لو لقيت الإجابة دي اختارها اتصاق الفكر مع ذاته صح لو لقيت الإجابة بتاعة تجريدي أو ندي علوم سورية يقينية اختارها عادي الأربع كلمات ده ينفعوا اتصاق الفكر مع ذاته تجريدي سوري يقين الإجابات المشتتة التي لا تختارها أبدا ماشي؟ لا يجوز أبدا يتقلل إن العلاقة ما بينهم احتمالي لا يجوز أبدا إن يقولك إن العلاقة ما بينهم لها طابع حسي ماشي؟ يتصق مع الواقع واقع إيه بواقع ده بيكلمك على النسق الرياضي الاستنباطي تروح إنت تقوله بيتصق مع الواقع يا راجل حرام عليك ده أنت بتشرح حاجة استنباطية إيه وعمل الإجابة دي عشان شفتها كتير قوي وأنا بحل إن الرياضة تعتمد على نتائج العلوم الأخرى إيه الإجابة دي أصلا؟ ده أنا مبهورة بيكو بتسيبوا كل الحاجات اللي عندنا في المنهج وساعتوا روحوا تختاروا إجابة مش في المنهج أصلا حبيبي هو ينفع على علاقتهم يتقالي اتصاق تجريدي سوري يقيني إيه وعا تختار طابع حسي خالص يتصق مع الواقع خلط يعتمد على نتائج العلوم الأخرى إجابات مضللة ومشتتة ابعد عنها تماما الباب التالت منطق هو اللي ده أنا دي مش مراجعة دي عبارة عن ألفاظ مشتتة ألفاظ مشتتة ماشي؟ يلا هقول في البابة التالت حاجة حبيبي تركز عليها لو كنت مش فهمه أو بتطلقبط في حاجة مبدئيا كده مبدئيا سريعا ميسي الحاجاتين في ليه مش كتبهانا في منزمة المراجعة كتباها بعد ما خلصت شرح عند صفحة ستة وتلاتين هتلاقي فيه بتاع خمس ستة وراءات في نهاية منزمة المراجعة كلهم كده يعني كلام عشوائي إن أنا كتبلك حاجة ودول ما ينفعوش ده ودول ما ينفعوش كإني عايدة تاني اللي شرحته بس بطريقة الحاجات المشتدة إيه ببص عليهم عشان أكيد أنت كسلت ووصلت لآخر حاجة ورحت إيه ما بصتش على آخر كم ورقة يلا البابة التالت العلم آآ آآ التقليدي والمعاصر ما ينفعش إن إنسى إن العلم التقليدي ده بتاع القرن الثامنطاشر والمعاصر ده بتاع القرن العشرين يعني أنا بقارن ما بين العلم في وقت الثامنطاشر اللي هو بيسموها على فكرة العصر الحديث ما هو بيه كندزها في العصر الايه الحديث يعني كلمة العصر الحديث دي علم تقليدي لكن المعاصر ده العلم المعاصر اللي هو البابة التالت فعل ملحوظة للأوائل دي طيب بصي حبيبي الملاحظة كنتم لخصلكم الفرق ما بين البابين كده بسرعة الملاحظة في الباب ده لها أولوية صح؟ طب في العلم المعاصر لم يعود لها أولوية ماشي طب الفرد هنا مالو كده لك انه فرد بيكون بيتعامل مع كائنات وقعية محسوسة اسمه فرد ايه؟ درجة اولى درجة ايه؟ اولى اه يعتمد على الملاحظة يعني بيجي بعد الملاحظة فبيجي بعد دي كنتم حفظها لكم في الحصة ان الفرد هنا يكون تابع ولاحق وتالي يعني بعد الملاحظة ماشي؟ دي الإكسبريشنز اللي بتتقال عليه في العلم التقليدي طب المعاصر الفرد هنا بيتعامل مع كينات واقعية بس لا تخضع للإدراك الحسي غير محسوسة وبيتقال عليه ان هو فرد درجة تانية ماشي؟ لان هو سابق ومسير وموجه للتجربة بقى هو اللي بيجي اللي الاولوية بصراحة انا في المنهج المعاصر ده ببدأ بالفرد هو اللي ليه الاولوية مش سامعني وانا بتكلم؟ يبقى ده كائنات واقعية محسوسة درجة اولى يعتمد على الملاحظة فبيجي تابع ولاحق وتالي هناك الفرد بيكون لا تخضع للإدراك الحسي الليه الاولوية ما بقاش فيه ملاحظة في الاول بقى هو صابق ومسير وموجه للملاحظة والتجربة دي الالفاظ بتاعتك وانت بتحل ماشي؟ ايه تانية ميس؟ التجربة نغير التجربة هنا التجربة بتجرب بالشكل مباشر على الفرد عاية تجربة عادية بعملها عشان اختبر الفرد هنا خلي بالك التجربة بيسمو التحقق بيتم بطريقة غير مباشرة ان انا بتحقق من النتائج اللازمة عن الفرد مش الفرد نفسه النتائج اللازمة عن الفرد شايف الاختلاف ما بين العلمين هنا تجربة مباشرة على الفرد في العلم المعاصر بقية تتحقق من من هو اجيلك عند الخطوات دلوقتي وافهمك الحتة دي ماشي؟ النتائج اللازمة عن الفرد طب والقانون هنا القانون بيتقال عليه في الباب ده اللي هو الاستقراء العادي بتاعنا ده ده باب استقرائي خالص فالقانون بتاعه بيبقى عبارة عن ايه؟ قانون السببي معتمد على السببية والاضطراض ده ماشي؟ وحكمي لكن في العلم المعاصر اتلغت اصلا ما انت عارف من الغرض انهار مبدأ السببية والحكمية وطلعت مبادي جديدة ده من المراجعة بقى القانون هنا بقى يتسمى ايه؟ نسبي احتمالي وصفي ساعات يقولوا ده منهج مش استقرائي خالص ده منهج تكاملي طبعا ما بين لو بكلمك عن منهج يعني ده استقراء خالص وده منهج تكامل ما بين الاستنباط والاستقراء دي الالفاظ بتاعة العلمين بطريقة سهلة لان مش عايد لك شرح بقى الجدولين لان انت ممكن تروح تسمعهم في المراجعة دي استنى عشان كاتب حاجات الناحية التانية برضو مهمة جدا لسه لسه في الحتة دي بص ميس انا في حتة ما بعرفش حل عليها خارص ايه؟ لما بيجي اسألني ده العلم التقليدي ولا المعاصر امش عارف احدد طب اكتب بالله عليك اكتب دي وهتدعي لي عليها لو علم تقليدي ايه الحاجات اللي تجوز وايه الحاجات المشتتة اللي ما تنفعش في التقليدي وتنفع في المعاصر بس اكتبوا في التقليدي كده ممكن اختار الاختيار ده ان الملاحظة سابقة للفرض لو الاجابة دي موجودة عندك تحت وانت اخترتها يبقى كأنك بختار علم التقليدي ماشي؟ يجي يقول لك ايه مثلا ده انا الفرض بتاعي مستمد من الملاحظة علم تقليدي طالما بدأت بالملاحظة يجي يقول لك دي اخ بس واحدة جات السنة اللي فاتت والطلاب ما عارفوهاش الوصول لقوانين من فرود بصي حبيبي دي لما جات لهم افتكروا ان دي كده العلم المعاصر بوصل لقوانين من فرود ليه دي علم معاصر انت عارف الاجابة دي معناها ايه؟ ان في ملاحظة وفرد وانا وصلت للقانون بتاعي من الفرد اللي كان قبليه ملاحظة هو بس تخبس عليهم فالاجابة دي لو شفتوها تاني السنة دي اعرفوا ان دي العلم التقليدي يجب لك سرة العلة طبعا والمعلول او السببية او فكرة الدرجة الاولى والكلام ده انت عارف ان كل ده العلم التقليدي ولو انت فاهم الجدوى الكويس بقى وعارف السببية والاضطراض والحاجات دي هتبقى انت فاهم العلم التقليدي وعارف ان الاجابات دي كلها تقليدي طب والمعاصر اجاباته تيجي كده في الامتحان الفرد له اولوية لانه سابق ومسير وموجه للتجارب اسبقية الفرد الفرد السوري ماشي يجي لك اجابة كده استنباط تنبؤات لازمة عن الفرد انت لو شفت دي يا معلم تنبؤات لازمة عن الفرد ده ده العلم المعاصر طب ده دي خطوة من خطوات العلم المعاصر التانية ان انا ببدأ بالفرد وبعد كده باستنبط النتائج والتنبؤات اللازمة عن الفرد اكيد ده علم معاصر يجيب لك سيرة مثلا انه درجة تانية بقى وانه هو صوري وصفي والكلام ده وانه هو معتمد على تحليل النظريات السابقة مفيش ملاحظة وتجربة في البداية دي كلها اجابات يعني بص انا لو قعدة في الامتحان وجيلي الوصول لقانون من فروض وجيلي معاهم فرد له اولوية اسبقية الفرد استنبط نتائج لازمة عن الفرد تعارف انا هتعمل مع السؤال ده ازاي? ان الاجابة دي معاصر ودي معاصر ودي معاصر فاكيد اللي تبقى دي العلم التقليدي خلاص انا استبعدت التلاتة لانهم شتتين هم اصلا نفس المعنى فما ينفعش تحل في المنطق غلما تعمل كده لو ما عملتش كده هتحس انك تهيه واغلب الاسئلة انت مش عارف هي ايه? مش امس خلاص بصوا لحظوا حاجة خبت الحتة السهلة اللي هي مسلا ايه خصائص العلم المعاصر هتلاقيها جاي باسم تاني ازاي يعني? تلاقيها مسلا جاي يقول لك ايه? لنا تأثر باحكام القيمة عفكرة الحاجات دي فورية المفاهيم بس انتم مش هتاخدوا بل دي كأنك اخترت في الاختيارات الموضوعية صدق? هيجي لك مسلا ان احنا بنتجاوز فكرة اليقين امس الاختيار ده انا عمري ما شفته في حياتي امس ازاي جاي بين اختيارات كده? في اندماغك انت عارف يعني ايه نتجاوز فكرة اليقين? يعني العلم ده قابل للتعديل والتغيير يا برينسو دي سهلة جدا وسؤالها هيبقى سهل هتبقى مشكلتك بس في الايه في الاختيارات ان انا مش فاهم ايه يعني ايه نتجاوز فكرة اليقين يعني اللاحة مية واللاقة عية وان العلم قابل للتعديل والتغيير والتحري والتقصي والنقاش يجي يقول لك استخدام مثلا لغة الكام ايه لغة الكام دي? لغة الكام طبعا يعني القياس ماشي? يجي يقول لك مثلا حاجة ليه علاقة بالمخاطرة والتفنيت ايه ده? اخاطر وفند طب ما دي معناها يا برينس التنبؤ فاهم حاجة? يجي يقول لك مثلا ايه? ده العلماء ده العلماء ما لهم ما بقوش يختبروا ولا يفندوا فرض واحد بل نظرية او انصقة نظرية كاملة انت عارف دي معناها ايه? التحقق من صدق ايه? الفروض اللي انت كنتوا حافظينها ورايا في الحسة ان العلماء بقوش يختبروا فرضا واحدا معزولا بل نظرية كاملة طبعا انا دي بقى مش توقعات دي مؤكدات دي بقى انا هقول لك انا متأكدة يا سيدي انا متأكدة خدها علي احسب علي كلام طلع منبقي شروط الفرض المعاصر خصائص الفرض المعاصر لو ما جاتش يبقى قول علي اه لا ايه ايه تقول علي دي قول علي يا عمر يا عم انت تتجننت ولا ايه لا انا متأكدة خصائص الفرض المعاصر بك بصف الامتحان بتاعت لا تخضع الادراك الحسي ولا يتم التحقق منها بطريقة مباشرة بل بطريقة غير مباشرة عن طريق النتائج والحتة بتاعت لا نفسر فرضا واحدا والبيك بوس بتاعت الامتحان القابلية للتفنيد بحس ان الراجل بتاعت الامتحانها هيتحرق لو ما جابش التفنيد لو ما جابش حتة التفنيد في الباب ده بيتحرق طيب دي بقى دي بقى مش هتكتبه توقعات ولا هتكتبه مهم هتكتبه الجاية ورحمة امي شروط لا شروط ما انا قلتها خلاص انا عايزة الخطوات سوري خطوات المنهج المعاصر ما ينفعش ما يجيبهاش ما ينفعش امتحان سنوية عامة وما يجيبش خطوات المنهج المعاصر ده هي اكتر حتة بيحبها في في المنطق كله بص هنكتب ايه اللي بيشتت فيها طبعا كلنا عارفين ان العلم المعاصر بيبدأ باول خطوة الفرق بتيجي باسمي تاني صياغة تنبؤات على شكل فروض بص انت بقى شفت كلمة صياغة تنبؤات بتاعتها الخطوة تاني غلط هو بيقول لك بتتنبؤ فروض يبقى هي الخطوة الاولى عادي يجيبها لك باسمي بقى خطوة التخمين الاولوية للفكر كل ده كأنك بتختار الخطوة الاولى خطوة تانية اللي عامة الناس بتنساها اللي هي ايه بقى بعد الفرد ايه باستنبت نتائج لزمة عن الفرد وبصغها بصورة رمزية او رياضية والنبي حبايبي ما تنسوش ان دي تاني خطوة مثلا ما بفهمهمش القشرح انا افترضت مثلا ان في حاجة اسمها الفيمتو سانية دي حاجة لا تخضع للادراك الحسي فلازم اسطنبت نتائج لزمة عنها بصورة رمزية او رياضية ان احمد زويل عمل تيليسكوب صور به التفاعلات الكيميائية بسرعة الفيمتو سانية اللي هي بليون من مليون من السانية الجهاز ده بقى هو الاسم والنتائج اللازمة عن الفرد ودايما عشان تعرفها بتصغب صورة رمزية او رياضية بتيجي باسم تاني او بتيجي اكتبوا كده تحتها استدلال نتائج في صورة رمزية والله جاد بقى اه تيجي كمان تنبؤات استدلال تنبؤات عن الفرد بصورة رمزية هتقول لي طب ما دي شباق اللي فوق لا دي كانت اسمها صياغ التنبؤات يعني الفرد لكن استدلال تنبؤات لازمة عن الفرد بصورة رمزية دي الخطوة التانية عشان قسما بالله هيعمل منك جلاشة في الامتحام في الحتة دي تفضل انت قاعد تايه مش عارف دي الخطوة الاولى ولا التانية لو سمعت الكلام مش هتندم والله ما هتندم رقم ثلاثة الخطوة الاخيرة دي جات كتير اوي اقسم بالله في مدار امتحانات سنوية عامة كلها خطوة بقى التحقق التجريبي مش انا حطيت الفرد وجبت النتائج اللي لازمة عنه بصورة رمزية بتيجي الخطوة بقى بتاعة التحقق التجريبي بتيجي ازاي في الامتحان اخضاع الفروض للملاحظة والتجربة وطبعا الادقة ان هي تتقال كده كمان اخضاع النتائج عشان انا بختبر النتيجة مش الفرد نفسه اخضاع النتائج اللي لازمة عن الفرد اخضاع النتائج اللي لازمة عن الفرد للملاحظة والايه والتجربة ساعة يقولوا الاختبار التحقق كده انت في الخطوة التالتة كان في خطوة رابعة كلنا بننساها ان انا مقدرش اختبر كل العناصر بختبر بعض عناصر النظرية فقط عشان كده النظريات بتفضل احتمالية لتصل لليقين ماشي حبيبي دي الخطوات اللي انا بأكد لك انها وضع عليها سؤال في الامتحان والاختيارات بدي تيجي كده فيها لفه ودوران فاركز فيها وفي الاسامي التانية بتاعتها طب ينفع يا ميس ما يجيبوش حد من المعاصرين يعني انت هيكون جابلك في الامتحان مثلا بيه يكون وجابر وجابلك سؤال مثلا على ميل وجابلك وجابلك وهينسى كارل هنبل اللي هم علماء الباب المعاصر ويليام هويل وكلاود بيرنر انت عارف حبيبي اللي يزعل ويحزن ايه والله ان فيه ناس بتبقى مش عارفة مين دول والله العظيم انا مش عايزة اتف عليك عشان ده لايف على الهواء ارجع للمراجعة هتلاقين يتف عليك 250 مرة او والله العظيم ماشي ميسي كارل هنبل ويليام هويل كلاود بيرنر دول العلماء المعاصرين ده الرجل الخطر بتاعهم حط عليه سؤال في اللايف بكرة اقسم بالله لو جي في الامتحان يبقى الراجل اللي حطت الامتحان ده معلم حط عليه سؤال خطير بكرة هو الراجل ده بس انا يعني انا عارفة انه كلهم معاصرين ومشوا بالخطوات المعاصر بس الراجل ده بالذات بيلغباط اكتبوا عنه حاجتيه الراجل ده طبعا جمع استنباط واستقراء لانه معاصر اكتبوا كده انه جمع ما بين التفسير والتنبؤ ماشي ده من الحاجات المميزة ليه المقدمات بتاعته بتبقى ايه مقدمات الحجة بتاعت كارل هنبل بتبقى ايه قاعدة عامة زائد حالات جزئية هفكركم بمثال حالا قاعدة عامة زائد حالات ايه جزئية والنتيجة عنده بتبقى عبارة عن التفسير يا لهوي لو حد داخل حفظي الجملتين دول ده انت تبقى عيل معلم هيا سلمة عايزة نخش حفظين الكلمتين دول المقدمات بتاعته قاعدة عامة وحالات جزئية والنتيجة هي التفسير مثلا مش فاهم ده انا يا ما شرحت اقول لكم المثال اللي انتو متعودين عليه يلا انا جي عندي دلوقتي بنتي بتقول لي ليه العروسة اللي سبناها في العربية ساحة ايه برافو عليك ده المثال اللي بقوله على طول اهي انصهرت العروسة اللي في السيارة انت عارف كده ده اللي انا عايز افسره دي كده النتيجة ماشي طب المقدمات لازم المقدمات يبقى فيها قاعدة عامة زائت حالات جزئية يعني بص لو هم عايزين يرخموا قصبا بالله في المنطق بيعرفوا بيعرفوا يرخموا يعني انا اه بقوله متحانة علم النفس كان فيه تركاج بس مش رخامة هي تركاج اسئلة مشتتة بس هنا بقى فيه رخامة هنا لو عايز يرخم بيعرف فانت معلش توخى الحزر نكمل المثال مش كنت بقولكو اشعة الشمس بقى في الصيف حرة ده كده القاعدة العام فممكن احنا نسيناها في السيارة ودرجة الحرارة طبعا اربعين الزجاج مغلق العروسة مصنوعة من البلاستيك فلذلك انصهرت العروسة اللي في السيارة احفظوا لي بس الجملتين بتوع المقدمات والنتيجة دول وانه هو قال لازم قانون عام او قاعدة عامة واحد صحيح على الاقل وجمع ما بين الاستنباط والاستقرار دول يا جماعة بلاش تحفظوه نضيعاش وقتوكو ليه مشوا بنفس الخطوات العادية بدأوا بالفرد كان ليه الاولوية والاسباقية ماشي بعد كده استنباط النتايج اللازمة عن الفرد بعد كده التحقق بالملاحظة والتجربة فدي الخطوات بتاعة المنهج عادي اللي انا لسه شرحاها فوق خلاص الباب الرابع بقى عشان انا ناقصتي بالزبط ربع ساعة وهقفل اللايف يلا حبيبي عشان ما ضيع لقش الوقت الباب الرابع اخطر باب في المنهج للطالب اللي مش مزاقه بس كنت عايز ااكد على حاجة معلش عشان ايه منساش الشرط ليه اسم تاني اللزومية وما فيهوش تبادلية وبقول نبي دايما تبقوا حافظين انه بيكذب في حالة لو صدق المقدم وكاذبة التالي هو كاذب في حالة وصادق في تلاتة التشارط ليه اسم تاني التكافؤ بتاع اذا فقط اذا وفيه تبادلية عادي حكمه مشهور اوه في الامتحال انه بيصدق اذا صدق الطرفان او كذبوا معا دي تخص التشارط خلوا بالكم ماشي انه بيصدق في حالتين لو صدق الطرفين او كذبوا معا وكاذب في الحالتين التانية الفصل بيعشقوا في الامتحال فصل قوي والضعيف والفرق ما بينهم وانه هو صادق في تلاتة وكاذب في حالة واحدة ما انا قلتلك دي بقى هتا من ورقة المفاهيم ماشي بيجزب اذا كذب الطرفين والعطف طبعا والاسمويل سلب بيغير هي مصدق القضية اللي بيدخل عليها والكلام الجميل ده يلا شد خط بقى سمي الله كله يسمي الله اخر حاجة هتكتبوها قرية معلش انعارفة ان انت بتتعب فيش تعب بيروح الارض يعني انت دلوقتي لما تقعد تسمع تاني حتى لو حاجات عارفة قديك اكدتها مش عارفة قديمي فتك ما يعني ما تستغطرش باي حاجة او باي جهد بيتعامل اعملوا مش هتخسر حاجة عمر ما حد بيبزل موجود وبيخسر يلا اخر حاجة بقى عشان نخلص اللي هيفي الباب الاخير هقول الفاظ مشتتا وبعض الحاجات وخلاص على كده يلا حبيبي هقول لك ايه مثلا فيه ما تنسوش حطة كارل هامبل اللي قلتها من شوية ها عشان ممكن تيجي مقالي ولا نصيبة كده تبقى نصيبة بص هكلمك عن المنطق السنائي هكتب لك فيه تركة ايه منطق ليه وضعيتين او احتمالين صادق او كاذب اتعمل على يد غطف ريت فيلهم ليبنس اسمه موجود في الورقة يتطفق مع ارستو في مبدأ التالت المرفوع او الوسط الممتنع وممكن يجي يقولك ان هو بشغل وبقفل الطيار لان هو منطق ليه وضعيتين فقط لو كده او كده وما فيش حاجة تلتة طيب طبعا الشرح المستفيد بترجع للموراجعة عشان اشرح الحاجات دي بالتفصيل ماشي ميس ايه السوابط المنطقية دي السوابط المنطقية دي لو جالك في الامتحان وجورج بول وان هو دخل الرموز والسوابط في الحاسوب وعمل جبر المنطق ماشي اللي هي الروابط لو انت مش عارف ايه السوابط اللي هي سلب وصل فصل شرط اللي هي العلامات اللي انت واخدها في الباب اللي قبله هو اللي دخلها جورج بول جوه الحاسوب بتقال عليه سوابط منطقية او رموز او مذهب جبر المنطق بدل عيوب اللغة او كده ده اختصاص جورج بول طب لو جاه لقصه متغيرات جبرية دي تقالت عن مين جون فين هي يعني ايه متغيرات جبرية اتنين خمسة تسعة سين صاد عين مسلس دايرة دي متغيرات جبرية ماشي حبيبي دول تلت الفاظ بيستخدموا في الامتحان منطق سوناء سوابط منطقية متغيرات جبرية مع الشرح المستفيد لليبنز وجورج بول وجون فين بترجع فيه للمراجعة عايز اقول برضو من الالفاظ اللي بيستعملوها في الامتحان في الحتة دي ايه يا ربي ما ينفعش مثلا ابدا تحت اي ظروف تختار اجابات خاطئة ان احنا مثلا بنشير للمصطلحات آآ الواقعية كما هي لا طبعا غلط ما ينفعش مصطلحات لغوية لا طبعا غلط ما ينفعش آآ كلية مصطلحات كلية او الفاظ اللغة العربية غلط يا حبيبي احنا عملنا الحاسوب بناءا على الصفر والواحد وبعد كده دخلنا الرموز وبعد كده علجنا الموضوع اكتر ودغلنا متغيرات جبرية اكتر واكتر زي سين وصاد وعين والحاجات دي مشي يبقى دي انا ما خزنتش باللغة العربية ولا الحاجات الواقعية زي ما هي بالزبط ولا اللغة العربية ولا الالفاظ انا خزنت بطريقة المنطق السنائي والسوابط والمتغيرات والكلام اللزوز اللي انا بقولك عليه ده فدي اجابات مشتتة تستبعط فورا تستبعط فورا في اللجنة ميس هو ايه الفرق ما بين ثوابط منطقية ومتغيرات انت لو مش عارف يعني ايه ثوابط سلب ووصل وفصل دي ثوابط المتغيرات زي سين وصاد دي حاجات بتتغير عادي رموز برضو بس بيطلق عليها متغيرات دي معلومة مهمة اوي كنت عايزة الفتنظار قليها الروبوت جاي جاي بزعق اهو وتركزوا اوي ان ماينفعش هو هيحاول يضللكوا في حتة الروبوت دي انا قلتها في المراجعة واكدت عليها وكتبت الاجابات المضللة في المراجعة في الروبوت ياولاد خلوا بالكم هو بينفز مهام بدقة اه ودي من اهم مزايات بس ماينفعش تبقى الاجابة دي موجودة وتحتها يملك مهارات جسدية اكتر من الانسان وابداعية عقلية ونمائية متطورة وتختروها دي اجابات مشتتة خاطئة لان هو هنا عايز يديك احساس ان هو عنده جسم افضل من الانسان عنده عقل افضل من الانسان بينمو تخير الروبوت بيخش ينام ساعتين يس حيلاقي نفسه في ثالثة ابتدائي بيكبر ايه الله هبل ده ده مرة جابها قال انه عنده استجابات وجدانية كان سؤال السنة اللي فاتت انه ممكن يصرخ في وشنا وكده بس كتب لهم في اخرها مقيدة انه هو برضو في الاخر بيعمل الحاجة بدقة مقيدة مش هيوصل لدرجة الانسان خلاص من سلبياته بقى دي حاجة تانية بقى البطالة بتيجي على طول هي وخضاء الطبقة الوسطى فدرات البشر لما هيجي يقول لك بقى هنا هيقول لك ده عمل حاجة البشر بيتعبوا وبيرهقوا لا هو ما بيتعبش وما بيرهقش عشان كده تجاوز فدرات البشر ماشي ايه تاني جاي طبعا 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 الانترنت طبعا بيجيبوه على طوله بيقى سؤال سهل طبعا المكون المادي والبرمجي بتوع الحاسود ينفع يا باشا تروح الامتحان وانا مأكد عليك من اول السنة مكون المادي ليها اسم تاني الرموز المنطقي الروابط المنطقي ليها اسم تاني الدوائر الالكترونية الدوائر الكهربائية السوابط المنطقية اي اسم من دول ايكوال مكون المادي على طول وانا حافظنا حتى في الحصة رموز سوابط روابط دوائر رموز سوابط روابط دوائر اي اسم من دول مكون المادي طب والبرمجي قواعد بيانات اوامر المعلومات ماشي يقولك ايه تاني تخزين التعليمات اي اجابة من دول برمجي يبقى انا لو قاعد في الامتحان وقدامي رموز وقدامي بيانات ومعلومات وتعليمات مستبعدين لان التلاتة واحد برمجياتي بقى انا اختاري الاجابة التانية اللي هي رموز اللي بتشيل للمكون المادي مع العلم ان حتة البرمجة دي مقسومة لتنين معلومة بس تبقوا عارفينها فيه ادارة قواعد البيانات اللي هي زي بنامج جوجل بقى والبيانات والحاجات اللي عليه وفيه حاجة اسمها اوامر اللي هي اسمها لغات البرمجة مش حتة البرمجة دي ليها جزئتين اللي هي البيانات والمعلومات ولغات البرمجة ايه اللغات البرمجة دي؟ اوامر مرتبة يقوم الحاسوب بقراءتها وتنفذها ماشي لحسن يجي يقولك القواعد البيانات دي اسمها ايه؟ ماشي ولا اوامر بيقوم بتنفذها دي لغات البرمجة اكتبوها وراي احتياطي مش هتخسروا حاجة سؤال تاني جاي جاي بأكد مش بتوقع ان شاء الله موجود في الامتحان لو ربنا كرم وما طلعتش وشك شؤم ايه؟ الزكاء الاصطناعي حد يفكر ايه الزكاء الاصطناعي؟ ان الحاسب يكون مثل الانسان ماشي؟ زي المثال ده سيارة بتهدي سرعتها تلقائيا لو هتخبط في حد قدامها انا دلوقتي بعمل الآلات بتاخد قرارات وبتحل المشكلات باسطوب منطقي يشبه طريقة عمل الانسان وده من احدث علوم الحاسب وده يعني حاجة جديدة اسمها الزكاء الاصطناع اوعى تنسى الفريق المؤيد للمنطق هو المناطقة والمعارض هو السيكولوجيين او علماء الايه؟ النفس لعلمك اللايف بتاع النهار ده اهم واحد في الثلاث ده اهم واحد في الثلاث عشان ده فيه الخبايا بتاعت المنطق اوعى تنسوا تسمعوا ماشي هنكتب فيها ايه يا ميس المؤيد بتيجي باسم تاني يلا انسق سوريا صارمة نسق استنباطي قطعي الروبوت الصارم او الحتمي او الرتيب اي اجابة من دول بتاقل المؤيدين للمنطق انسق سوريا صارمة نسق استنباطي قطعي الروبوت الصارم او الحتمي او الرتيب يبقى انت كده كأنك اخترت ايكول المناطقة طب علماء النفس تجنب صارمة المنطق السيكولوجيين اول حاجة دعوه لا تجنب المنطق محاكاة الزهن محاكاة وظائف زهنية الروبوت المعرفي المارينج انا بجد الحتة دي والله العظيم لو جاتوا معرفتوهاش والله العظيم حيجيلي جلطة تعارفين انا قلتها في المراجعات كم مرة اي حد مذاكر هيقولك يا نهاريس ودي كاننا بنأكد على الحتة دي قوي وكنا حتى بنشرحها ان انا لو بقولك الروبوت ده صارم بيعمل المطلوب منه بس يبقى بتاع المناطق لو ممكن يبتكر ويبقى اسكى مننا ويبقى بيحاكي العقل البشري ومارن شوية وكده يبقى ده فريق علماء النفس زي السؤال اللي جيه قبل كده اللي قالك ده فيه حد كمبيوتر كسب لاعب الشطرانج ده احنا عاملين دب بيعرف يلعب مع الاطفال وبيراعي الفروق الفردية اكيد ده معمول بيه فريق علم النفس لانه مارن ومحاكل الخدرات الزهنية مش رتيب وكده زي بتاع علماء المنطق دي كلها الفاظ مستخدمة في الامتحان هقفل اللايف بقى باي عشان نقول باي باي اكتبوا كده انا دي بقى بص ها بص اهو الفين اربعة وعشرين بص يا زياد انا مفيش حاجة قلت عليها الفين اربعة وعشرين الا دي ياريت بقى لو جد تفتكر يلا الفين اربعة وعشرين لغات البرمجة احنا طبعا كان عندنا تلات مراحل الحاسوب يعني المنطق بينفع فيهم في الزكاء الاصطناعي تمثيل المعرفة مئة مرة اقول كل ما يكلمكم على ان اللغة العربية وحشة ولازم رموز تختاروا تمثيل المعرفة اللي هي اسمي تاني تجهيز البرنامج الزاكي والحاجات دي يرجعوا للمراجعة ماشي ماشي ياميس عارفين وكانت تاني تسك ان المنطق ادينا انماط للتفكير اللي هو طريقة الاستنباط ماشي سيبكم من دي بقى دول مهمين بس اللي انا متوقعه بشدة لغات البرمجة ماشي همالليكم بقى تيجي باسمي تاني ودي الصياعة في الحتة دي انت عندك لغة برمجة وحشة اسمها الرتيب وفي الحلوة بتاعتها اللي نزلة الفرجان الجديد الغير رتيب ايه بقى التريك كامش اكتب يا عسل معايا كده عند الرتيب اكتب هيجي باسم كده لغة برمجة ممل قطعي هاتمي استنباطي مستعبد خادعة استنباط نتايج انت متقوليش ان الفكرة في الرتيب منا نفاهم هالكو يا جدعان يا جدعان ما انتوا فاهمينها في المراجعة الفكرة ان هو جاي في الامتحان السنادي الفينة وعشرين كل حاجة جاية باشف مشتت بص لقيت ممل قطعي حتمي استنباط مستعبد خادع استنباط نتايج انت كأنك اخترت الرتيب لغة برمجة مملة لما تحسنت بقت غير رتيب مين اللي عملها جون مكارسي بتاع ان احنا نوصل للنتايج دونما حاجة لامتلاك معرفة كاملة فحلينا بالمنطق مشكلة الرتيب عن طريق لغة البرمجة الجديدة اللي عملها جون ايه؟ مكارسي خلي بالكم نبي الغير رتيب بتيجي باسم تاني غير ممل في قفزة استقرائية ونتكت يمكن مراجعتها وتتعدل باضافة معلومات بالله عليك لو شفت دي في المدحانة عرفه انه بيتكلم على الغير رتيب لو جاي بتختار قفزة ونتيجته يمكن مراجعتها وان هي بتتعدل باضافة معلومات مش انتو فاهمين ان الغير رتيب ده زي في جوجل لما بصيرش على حاجة ولو كتبت المعرفة قليلة هو بيبدأ يقدم لي افتراضات واقتراحات ويوصلني للنتايج دونما حاجة لامتلاك المعرفة الكاملة فقضيت على مشكلة المرأة والرتابة فبقى ده ماهر وسريع جدا بيوصلني باقل معلومات بس بقى احتمالي ما بقاش قاطعي زي الرتيب فهم عكس بعض ومهمة اوي السؤال بتاع قفزة استقرائية ونتيجته يمكن مراجعتها وتتعدل باضافة معلومات يبقى غير رتيب والله العظيم بقولك حاجات كنز طيب السناء فحش تبقى داخل ومش مأكد على الحاجات دي لسه شرحينه من شوية بتاع ليه بنتز بتاع يا صادق يا كاذب قمتين بس صدق وكاذب اه شغل وقفل شبه التالت المرفوع يا كده يا كده ومفيش وسط عشان كده اتفق مع ارستو خلي بالك بقى من المارين ده الفرجن المعدل لما المنطق حبوا يجعلوا الكمبيوتر مارين شوية كده الفكرة اللي كان عايز يعملوها على ماء النفس بس فشلوا وعملوها المناطقة وخلوه في الاخر مارين ده ده اهم حاجة في الامتحان بص بقى المارين بيتقال عليه ايه ضبابي غائم هدي اول اسم ماشي يتقال عليه ايه تاني يتقال عليه متعدد القيم بيتعامل مع الحاجات اللي فيها درجات متفوتة طبعا في وسط يبقى عكس كده ارستو بيقول ان فيه تالت مرفوع وفيه وسط عادي بتعلو كشف تس ماشي ماشي تعالى بقى للاجابة اللي مش هتيجي على بالك ابدا اللي بيتقيكوى للمارين اهي خمسة يميل للواقع ومفاهيمه ماشي ستة بيعالج الغموض سبعة يميل 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 للاشياء كما يا بنتي مشي يا بنتي سيبيني دلوقتي في القرف اللي انا فيه كما هي في الواقع بص الاختيار ده ده كان هيلففك حوالين نفسك بتاعي يميل للاشياء كما هي في الواقع ولا كنت هتعرف تترجمه ان ده المارين طب يا ميسو وازاي بتقال عليه انه بيميل للاشياء كما هي في الواقع يا برينز ما انت كنت بتقول ايام السناء يا طويل يا قصير وما فيش واصة يدخين يا رفيع يا كذا يا كذا طب انا دلوقتي بقول لك كل الدرجات اللي في النص فبدأت ان انا اخزن لك الحاجة بطريقة تميل للاشياء كما هي في الواقع بالضبط خلاص يبقى خلوا بالكو بقى من ايه بص كم اسم ممكن يشتتك بيوم ده بابي ومتعدد ودرجات متفاوتة ووسطه بيعالج الغموض وبيميل للواقع ومفاهيمه وبيميل للاشياء كما هي في الواقع كل ده المارين العكس السناء اللي عمله الكاشفتس اللي هو قال ان فيه تالت مرفوع وفيه وسط ممتنع عشان كده عكس ارستو دي اخر معلومة بقفل بيها اللايف يا رب تيجي لان دي حاجات جديدة وبجد اسئلة قوية لو هو عايز يحور والالفاظ والحاجات انا مش سايق بالك بصما بالله فرصة لأي حاجة بص انا بعض اكتب كل حاجة ممكن يجيبوها بكده وكده بعض اقلف لك مليون الف حاجة ولسه احنا معنا بكرة وبعده وهنفضل مع بعض كده على الخط استفاد من اي معلومة لو جد هتفرق معاك جدا وما تضيعوش الوقت عشان خطري طالما الامتحان جاي فيه تفاصيل استثمروا الوقت استفادوا من المعلومات دي مفيدة والله العظيم ما هتندم لو عرفتها وبإذن الله ربنا يوفقك واشوفك على خير بكرة وعشان خطري كفاية دلع شدوا على نفسكو عشان نطلع اخر يوم واحنا فرحانينه بجد بجد ان شاء الله كده ايه يبقى اخر يوم فرح على الدفعة كلها اشوفك على خير يا حبيبي بكرة بإذن الله